بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أعزائي طلبة الصف الثالث مهني كهرباء نرحب بكم في درس جديد من دروس العلوم الصناعية درسنا لهذا اليوم راح نتحدث به أو لازمنا ضمن الفصل الثالث اللي يتحدث عن محركات التيار المتناوب ثلاثية الأطوار راح نتناول ضمن هذا الموضوع اليوم موضوع الانزلاق في المحركات الحثية حتى أفهم هذا الموضوع بشكل صحيح لازم أعرف شنو معنى الانزلاق وأعرف أسباب حدوث هذا الانزلاق ومن ثم أطرق إلى القوانين اللي يتخص هذا الموضوع دائما بالمحركات الحثية سرعة الجزء الدوار تكون أقل من سرعة السرعة المغناطيسية للجزء الثابت عندما ناخذ نظرية اشتغال هذه المحركات نعرف أن المحرك عندما أوصله إلى مصدر التيار المتناوب راح يتولد عندي بالجزء الثابت مجال مغناطيسي هذا المجال المغناطيسي راح يخترق الثغرة الهوائية ويقطع مواصلات الجزء الدوار ورح يولد في مواصلات الجزء الدوار قوة دافعة كهربائية محتثة هذه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة بما أنه ملفات جزء الدوار مقصورة كما ذكرنا سابقا في محركات القفص السنجابي راح يسري بها التيار الآن تيار عندما يسري في ملفات جزء الدوار راح يولد مجال مغناطيسي أيضا فرح يتولد عندي مجالين مجال بالجزء الثابت ومجال بالجزء الدوار محصلة هذه المجالين أو التقاطع بين هذه المجالين راح يولد عندي عزم الدوران وبالتالي المحرك يشتغل الآن أفترض حالة فرضية أنه الجزء الدوار عندما يدور ما راح يواجه حالتيا ما راح يواجه مقاومة الهواء يعني نلغيها افتراضيا نلغي مقاومة الهواء وأيضا نلغي مقاومة الاحتكاك بالمساند نحن نعرف جزء الدوار يستند على الأغطية الجانبية أما على بولبرين أو على مسند فبالتالي يوجد مقاومة الاحتكاك هذه افتراضيا لو نلغي مقاومة الاحتكاك الهواء ومقاومة الاحتكاك بالمساند راح معناتها سرعة المجال المغناطيسي بالجزء الثابت راح تتساوي مع السرعة الفعلية للجزء الدوار فعدما السرعة يدورا في نفس القيمة معناتها ما راح يكون عندي تقاطع بمن بالخطوط المجال المغناطيسي وبالتالي العزم الدواراني يكون صفر يعني المحرك راح يبقى في حالة سكون هذه الحالة قلنا افتراضية ليش افتراضية؟ لأن احنا ما نقدر نلغي مقاومة الهواء مقاومة الهواء فعلا موجودة ولا أقدر ألغي مقاومة الاحتكاك بالمساند أيضا موجودة فبالتالي هذه المقاومتين راح تقلل من سرعة الجزء الدوار عن من؟ عن سرعة المجال المغناطيسي للجزء الثابت فبالتالي راح تكون أكو فرق بين السرعتين هذا الفرق بين السرعتين راح يولد عزم الدواران إذن سبب الانزلاق هو بسبب وجود مقاومة الهواء ومقاومة الاحتكاك بالمساند إذن عندما أريد أعرف الانزلاق أقول هو النسبة بين الفرق بين سرعة المجال المغناطيسي للجزء الثابت والسرعة الفعلية للجزء الدوار على السرعة المجال المغناطيسي وهو نسبة مئوية مجرد من الوحدات ويرمز له بالحرف إذن عندما أريد أكتب الانزلاق أقول الاس يساوي الفرق بين سرعة المجال المغناطيسي للجزء الثابت والسرعة الفعلية للجزء الدوار على سرعة المجال المغناطيسي للجزء الثابت وهو نسبة مئوية مجرد من الوحدات حتى تفهم عزيزي الطالب هذه الاس معناته ستيتر فعدما أقول ان اس الجزء الثابت هو ما يدور عندنا ثابت إذن هذا الاس شن اللي يدور به يدور المجال المغناطيسي فعدما أقول ان اس هي السرعة المجال المغناطيسي للجزء الثابت أو السرعة التزامنية هذه الار ان ار الار هو الروتر معناته شن اللي يدور بالمحرك فعلا اللي يدور هو الروتر إذن هذه هي تعتبر السرعة الفعلية المنت السرعة الفعلية للجزء الدوار داخل المحرك إذن هذا هو تعريف الانزلاق أعلى قيمة عندي للانزلاق دائما تكون واحد وأقل قيمة تكون عندي صفر إيش وقت تكون عندي قيمة الانزلاق واحد وإيش وقت تكون عندي قيمة الانزلاق صفر تكون عندي قيمة الانزلاق صفر عندما تساوي هذا السرعتين. شوك تساوى السرعتين عندما يشتغل المحرك بدون حمل معناتها سرعة الفعلية لجزء الدوارة تساوى مع سرعة المجال المغناطيسي. فبالتالي الاس راح تساوينه صفر. هذا الحالة شوك عندما يشتغل المحرك بدون حمل. الانزلاق راح يساوينه صفر. اما الحالة الثانية شوك تكون عند الانزلاق اعلى قيمة الى واحد في لحظة تشغيل المحرك. اي في بدء التشغيل المحرك. يعني الان اربعة صفر. سرعة المحرك الفعلية بعد المحرك ما مشتغل. يعني احنا نسميه كبح الجزء الدوار. بهالحالة راح تكون الاس اعلى قيمة الها تساوينه واحد. هذي شوكت. هذي في او لحظة بدء الاشتغال. هذي الحالتين. احنا نعرف الماكينات بشكل عام. يعني الماكينة اما محرك او مولد. فعدما تشتغل الماكينة كمحرك دائما تكون الان اس اكبر من الان ار. لذلك يطلع الانزلاق قيمته موجبة. واذا اشتغلت الماكينة كمولد دائما تكون الان ار اكبر من الان اس. فتطلع قيمة الاس. شنو? تطلع قيمة الاس سالبة. الان من اريد اجي احسب ايضا قيمة هذه الان اس. شون احسبها? اللي هي سرعة التزامنية او نسميها بسرعة المجال المغناطيسي لجزء الثابت. الان اس تساوي. الان القانون هذا سبق انا اخذته. يساوي انه ستين في اف قيمة التردد على بي. اللي هو عدد ازواج الاغطاب. اذا عندي هذا قانون اول اشتغل بالانزلاق. قيمة الانزلاق. وهذا قانون اشتغل عندما اريد اطلع قيمة سرعة التزامنية او سرعة المجال المغناطيسي للجزء الثابت. وايضا من اريد احسب الان ار اللي هي السرعة الفعلية لجزء الدوار. راح تساوي انه ستين في اف على بي واحد ناقصا اس. هذا ايضا قانون احسب من خلاله قيمة السرعة الفعلية المن للجزء الدوار. اذا هذه عندي مجموعة القوانين اللي اقدر اشتغل عليها. الان عندي ذكرت انه عندما المجال المغناطيسي يخترق الثغرة الهوائية ويقطع ملفات الجزء الدوار راح يولد بها قوة دافعة كهربائية محتثة. هذه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة اقدر احسبها بالقانون التالي. ال اي تو. ال اي تو هاي تو معناته موجودة وين؟ موجودة بالجزء الدوار. ش راح تساوي لي? تساوي لي نسبة الانزلاق اللي هي اس في القوة الدافعة الكهربائية للمصدر اسميها اي ون. اذا من هذا القانون احسب شنو? احسب القوة الدافعة الكهربائية المحتثة في الجزء الدوار تساوينا نسبة الانزلاق في هذا ضغط المصدر او ضولتية المصدر. هذه القوة الدافعة الكهربائية راح تمرر تيار في نفس الملفات اللي هي ملفات الجزء الدوار. فعندما تمرر تيار راح تولد بي شنو? راح تولي بي تردد. هذا التردد وين؟ بالجزء الدوار ارمزه بالحرف F2. F2 اللي هو تردد التيار بالجزء الدوار او يسمى بتردد القوة الدافعة الكهربائية للجزء الدوار. ايضا راح يساوي لي نسبة الانزلاق S في تردد المصدر اللي هو ال F1. تردد المصدر اللي هو ال F1. من هذا القانون احسب ايضا تردد القوة الدافعة الكهربائية المحتتة بالجزء الدوار. اذا عندي هذه القوانين عزيز الطالب الموجودة امامك اللي هي عبارة عن خمس قوانين. هذه القوانين تحل عليها جميع مسائل الانزلاق. الان عندك هذا قانون الانزلاق. ايضا عندي قانون الانزلاق. هذا موجود هنا. اذا عندي سرعة فعلية وعندي تردد مصدر وعندي عدد الاقطاب ايضا اقدر اطلع الانزلاق. ايضا اقدر اطلع الانزلاق من هذا القانون. بأي حالة عندما يكون عندي تردد عندما يكون عندي القوة الدافعة الكهربائية المحتثة ويكون عندي ضلطية المزر. وايضا اقدر اطلع الانزلاق من هذا القانون. بأي حالة عندما تكون عندي تردد القوة الدافعة الكهربائية المحتثة معلوم وتردد المزر ال F1 معلوم. ملاحظة هنا عزيز الطالب بالسؤال إذا ما ينطيك ال F1 اللي هي تردد المصدر ما تنطيقه ما من عندك تفرضه يعني إذا ما لقيت تردد ما تقول أنا أفرضه من عندي خمسين يعني في قوانين إنزلاق ممنوع منع بتفرض التردد المصدر إذا ما موجود تردد المصدر عليك أن تطلع من هذه القوانين موجودة هنا عندك هذا القانون F1 وعندك هذا أيضا القانون هنا فبالتالي من هذا القانون وهذا القانون حسب معطيات السؤال أيضا تقدر تشتغل وتردد المصدر أما فرضيا تفرض من عندك ما مسموح له بهذا الموضوع إذن عندي الآن بعد ما تعرفت على هذه القوانين الآن أجأ أحل بعض الأمثلة الموجودة بالكتاب حتى أفهم شون أطبق هذه القوانين الانزلاق نتطرق إلى المثال الموجود الآن عندنا بالكتاب اللي هو مثال رقم ثلاثة واحد موجود في الكتاب في صفحة رقم ستة وثمانين نقرأ الكتاب ونثبت المعلومات حتى نعرف شون نحل السؤال السؤال يقول جد سرعة دوران المجال المغناطيسي جد سرعة دوران المجال المغناطيسي إذن شيري من عندي المطلوب من عندي المطلوب من عندي أن أس ذكارت قبل شوية قلت هذا الأس معناته استيتر وبالاستيتر لا يدور إذن شون يدور به هو المجال المغناطيسي لمحرك حث ثلاثة الأطوار هذا المحرك ثري فيز منطيكية أليف رباع الأقطاب يعني بالحالة الأولى منطيكية أليف أربعة أقطاب أربعة بول اللي هي التوبي تعتبر لهنا التوبي تساوي أنه أربعة قطب وباء سداس الأقطاب باء التوبي يساوي أنه ستة قطب عنده تردد مقدارة يعني يريد سرعة المجال المغناطيسي في هذه الترددات منطيكي الأف ستين يعني يقول لك أوجد ليه في ستين وأوجد ليه في الخمسين وأوجد ليه في تردد أربعين هرتز هذا هو السؤال السؤال يقول أوجد سرعة المجال المغناطيسي بالجزء الثابت لمحرك حث ثلاثة الأطوار عندما تكون أربعة أقطاب وعندما تكون ست أقطاب لهذه الترددات الثلاثة عزيزي الطالب هذا السؤال معناته رح تستخدم القانون نفس القانون ست مرات عيدة فبالتالي رح يأخذ من عندي أيضا وقت فرح تأمطيك حالة معينة من هذه الحالات أو أخذ تردد يعني عن الخمسين العرفة ستين العرفة رح نناخذ هذا التردد أربعين ونحل على أربعة أقطاب ونحل على شنو على ستة أقطاب إذن عندما أريد أحل هذا السؤال الأنس لو ألاحظ مثل ما ذكرتك عزيزي الطالب هي هذه القوانين مالتها الموجود أمامي وين ألقي الأنس؟ ألقي في هذا القانون اللي ساولنا ستين في F على B أجي أكتب هذا القانون الأنس أولا بها حالة رح تأخذها عدد الأقطاب أربعة والتردد رح تأخذه أربعين هيرتس هذه الحالة الأولى إذن أكتب القانون أنس يساوي لي ستين في F1 اللي هو تردد المنظر على P عدد أزواج الأقطاب التردد منطينياء بحالة أربعين أخذه وعدد الأقطاب منطينياء بحالة الأربعة إذن الآن أقدر أحل السؤال ويساوينا ستين في تردد أربعين على هذا الـ P عدد أزواج الأقطاب فهو منطينياء عدد الأقطاب أربعة أقسمها على أثنين إذن عدد الأجوال رح يكون جد أثنين عندما أضرب وأقسم رح يطلع لي ألف ومئتين R P M عزيز الطالب هذه R P M الوحدة المثبتة هي يعني تقدر تكتبها دورة بالدقيقة نفس الحالة يعني تكتبها R P M أو تكتبها دال على دال هي نفس وحدة القياس دورة بالدقيقة إذن حلية الحالة الأولى إذا تريد تحلها على الخمسين وعا الستين هو نفس هذا القانون فقط رح تبدل الـ F هنا مرة تعوض خمسين وتعوض ستين وتطلع الـ NS في الحالات الثلاثة إذن نأخذ الحالة الثانية عندما يكون عدد الأقطاب إيج قد عندي ستة قطب إذن الحالة أولى أخذتها الحالة الثانية عدد الأقطاب ستة والتردد الآن رح تغير التردد أخذ خمسين القانون نفس القانون الـ NS يساوي ستين في F1 على P ويساوينا ستين في التردد جقدة خمسين عدد الأقطاب الآن هنا P أخذت 2P يساوينا يساوينا ستة إذن عدد الأقطاب رح هنا يكون ثلاثة ويساوينا ستين في خمسين ثلاثة ألاف على ثلاثة رح يساوي لألف R P M أو مثل ما ذكرت لك تقدر تكتب دورة بالدقيقة أيضا هذا القانون تقدر تعيده ثلاث مرات على ضوء التردد المنطيكية ممكن ترفع هذه الخمسين تخلي أربعين وممكن ترفعها وتخلي أيضا ستين فبالتالي هو نفس القانون اللي راح نطبقه إذن الآن أرفنا أول طريقة أو أول مثال لحل هذا السؤال المثال الثاني نقرأ جد تردد الجهد المسلط على محرك حس ثلاث الأطوار جد تردد الجهد المسلط على يعني يريد شنو يريد من عند الأفون جهد المصدر شوف عزي الطالب هو يقل لك أو جد للأفون لمحرك حس ثلاث الأطوار ثماني الأقطاب إذن التوبي يساوينا ثمانية سرعة دوران دواره المقررة يعني سرعة دوران الجزء الدوار أي سرعة الفعلية من طيكيال الر تساوينا أربعمية وخمسة إذن الر سرعة تساوينا أربعمية وخمسة ر بي أم أو دورة بالدقيقة وعامل للانزلاق المقرر عشرة بالمئة منطيك S S تساوينا عشرة بالمئة إذن هذا هو السؤال اللي موجود الآن أمامي حتى حل هذا السؤال يريد من عندي الأفون الأفون لو ألاحظ هذه القوانين موجودة أمامي على الصبورة وين ألقاه هذا الأفون ألقيه في هذا القانون وألقي الأفون أيضا في هذا القانون هذا القانون ما أقدر أشتغل علي لأن الأفتو ما عندي لكن هذا القانون أقدر أشتغل علي ليش لأن منطينا عدد الأقطاب ومنطينا الانزلاق ومنطينا أيضا شنو سرعة الفعلية إذن أحاول أشتغل على هذا القانون ما رح تشتغل على هذا القانون أقول الان آر تساوي ستين في أفون اللي هي هذه المطلوبة على بي عدد الأزواج واحد ناقصا أس شون أطلع هذا الأفون الأفون تساوي كل الكميات المضلوبة بالمجهول أصير بالمقام يعني ستين واحد ناقص أس أصير بالمقام وان آر في بي وي رح أصير عندي أصير عندي بالبسط الان آر موجودة البي موجودة الاس موجودة إذن فقط أطبق الأرقام الان آر جد منطينية أربعمية وخمسة في البي ثمانية عدد الأقطاب إذن عدد أزواج الأقطاب أربعة على ستين أفتح قوس واحد ناقص نسبة الانزلاق أجد عشرة انتبه عزيزي الطالب هذه العشرة بالمية دائما من عرفت الانزلاق قلت هو نسبة مئوية يعني من أطلع الانزلاق أضرب في مية أضرب في مية لكن من أجي عوضة أرجع إلى أصلة فمن أرجع إلى أصلة شسوي أقسم هذه الكمية على مية هذه الملاحظة انتبه عليها من أطلع قيمة الانزلاق أضرب في مية لكن من أعوض قيمة الانزلاق أرجع إلى أصلة يعني شسوي أقسم هذه على مية. فمن أقسم عشرة على مية يطلع صفر عدد صحيح وواحد بالعشرة. إذن من أجي أقسم وأضرب يطلع لقيمة الأفون ثلاثين هيرتز. إذن واضح هذا الطالب إذا طلعت المطلوب عندي. أجي على المثال رقم ثلاثة. المثال رقم ثلاثة. أيضا نقرأ مع بعضنا. الآن المثال هنا رقم رقم ثلاثة إلى ثلاثة. مثال ثلاثة إلى ثلاثة. هذا المثال. نقرأ المثال. يقول محرك حسي ثلاثة الأطوار وباع الأقطاب. إذن يساوينا أربعة. تردد جهدة الأفون تردد المصدر يساوينا خمسين هيرتز يدور عنده سرعة منطيك مجموعة سرعة. يعني الأن آر منطيكيها ألف واربعمية وخمسة وخمسين ومنطيكيها ألف واربعمية واثنين وثلاثين ومنطيك أيضا ألف واربعمية وعشرة. هذه السرعة المنطيكيها اللي يدور بيها اللي هي ربي أم الآن جد تردد تيار الدوار عنده كل سرعة. تردد تيار الدوار يعني يريد الأفتو هذا هو المطلوب حتى حل هذا السؤال يريد منعدي الأفتو الأفتو عزي طالب عندك طريق تين لحل هذا السؤال طريقة موجودة عندك بالكتاب وطريقة أخرى الطريقة الأولى اللي أحل بهذا المثال الأفتو اشتو يساوي لي هذا قانونها يساوينا أس في أفون أس في الأفون هو يريد منعدي الأفتو إذن لازم أطلع شنو أطلع العنس العنس يساوينا ستين في أفون على البي ويساوينا ستين في خمسين التردد المظهر منطين يا خمسين على عدد الأقطاب مطيك يا أربع يساوينا اثنيا ويساوينا ألف وخمسمائة أر بي أم هس منطلعنا الان الان اس شنطلع هسه نطلع شنو نطلع الاس الاس شون نطلحه من يا قانون الأباو على الاس يريد من عند الآن الافتو الاس يساوينا ان اس ناقصا ان ار على ان اس في مية اللي هو هذا القانون أطلع من عدة اس ويساوينا الان اس طلعتها جيد قيمتها الف وخمسمية ناقصا الان ار هو منطنياه بالسؤال منطنياه رح تاخذ بالحالة الأولى اللي هي الف وربعمية وخمسة وخمسين على ال وخمسمية في مية عندما أضرب وقاسم يطلع لصفر عزب صحيح وثلاثة بالمية هذا بدون وحدة قياس ونقدر نكتبها هذه نقدر نكتبها ثلاثة بالمية هم صحيحة ينضاربها بالأصل في مية لكن رجعتها إلى أصل قسمتها على مية منطلعت الاس الآن أقدر أطلع شنو أقدر أطلع الافتو إذن الافتو اللي هو تردد التيار في الجزء الدوار يساوينا الاس صفر عزب صحيح وثلاثة بالمية في التردد خمسين ويساوينا واحد ونص هرتز إذن الآن استخرجت التردد بالجزء الدوار أو تردد القوة الدافعة الكهربائية لجزء الدوار وهو المطلوب الطريقة الثانية نحل هذا السؤال نقدر نحله على هذا القانون على هذا القانون أقدر نقدر نحله من هذا القانون نطلع الاس نقدر نطلع لنا الأفوان معلومة البي معلومة والأنار معلومة أقدر نطلع شنو الاس من أطلع الاس أرجع على هذا القانون نفسه أقدر أستخرج الافتو وهذه الطريقة الثانية. إذًا طلعنا إلى F2 بهذه الطريقة التي ذكرت لك يا عزي طالب اللي موجودة عندك وين؟ اللي موجودة بالكتاب. الطريقة الثانية اللي تقدر تحل عليها تحل على هذا القانون الموجود أمامك. من أطلع شنو؟ من أقدر أطلع إلى F1. لماذا أقدر أطلع izquier hadi F1؟ لأن الNR معلومة والP معلومة والS معلومة. اطلع إلى F1. من أطلع إلى F1 أرجع مرة ثانية إلى هذا القانون. أقدر أستخرج من عدة شنو؟ أقدر أستخرج الأفتو فعندك طريقتين مخير أنه أيهما تقدر تحل السؤال هو طريقة صحيحة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم شكرا جزيلا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة